ونتابع الآن المؤتمر الصحفي للأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أدين بالحادث ضد جسر كيش هل تشتركون في هذا التقييم في الحلف الأطلسي وعند هذا الحد في هذه الحرب ما الذي قد يتغير في ساحة الميدان وكذلك تعقيبا على سؤال تاري لقد ذكرت بأن الوزراء سيبحثون مسألة تعويض المخزون في الغد فالحرب منذ سبع أشهر قائمة لماذا لم تفعل ذلك من قبل أولا بدأنا الحوار مع الصناعة هذه والحلفاء بشأن كيفية زيادة الإنتاج وتعويض ما أخذ من المستودعات كان هناك اجتماع على مستوى الناتو وهذا عمل مستمر ولكن عندما يجتمع الوزراء غدا فهذه فرصة ممتازة للتعرف على ما حققناه وما استطعنا عمله من ناحية زيادة الإنتاج وأيضا اتخاذ قرارات جديدة بشأن كيفية التأكد من أننا لا نستعمل الموجود الحالي وإنما نقوم بزيادة الإنتاج أيضا إنتاج الذخائر والأسلحة للتأكد من الردع تابعنا مشاهدين جانبا من المؤتمر الصحفي الأمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرج حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقد قال الأمين العام للناتو أن أي هجوم متعمد على البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم وموحد كما قال ستولتنبرج أن الحلف لم يشهد أي تغييرات في تموضع قوات روسية النووية